رحبت نقابة المعلمين باستجابة رئيس الوزراء المبدئية لمطالبهم فيما أعربت النقابة عن خشيتها من أن تعرق البيروقراطية في مؤسسات الدولة تحقيق هذه المطالب خوفنا الوحيد هو من بيروقراطية الدولة وأنظمتها لأن السيد الرئيس الوزراء قال الدولة العراقية فيها بيروقراطية كبيرة وأكبر بيروقراطية في وزارة المالية وأن أعتبرها هي سبب المشاكل في هذا الاتجاه لأنها أوقفت قرارات السيد العبادي سابقا بصرف العلاوات والترفيع من تاريخ الاستحقاق وذهبت باتجاه كثير من التعطيل من خلال تفسيرات تخص وزارة المالية ولا تخص حقيقة استحقاق المعلم وحقيقة حاجاته التي تنطلق من القانون والدستور والأنظمة والتعليمات العراقية النافذة لهذا كان السبب الرئيسي في كل ما حصل هو وزارة المالية تم اللقاء بدوت رئيس الوزراء وتمخذ اللقاء عن استجابة كل شيء قوي من قبل دوت رئيس الوزراء للمطالب لكن كنقابة مؤمنة ننتظر النتاج